الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تاوستا قرانو كتنكو لدنكو رونو خندو تاوستا نن يو أهم مسلاة أو يو أهم فائدة بيانو الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات كوي وما خلقت الجن والإنس إلا لياعبدون ما ندي پیدا کري إنسانان أو پيريان مگر دخبل بندگي أو دخبل عبادت تپاره ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله سبحانه وتعالى رزق ورکون كي ده أو ده رزق زمواريم رب العالمين آغست ده خدا پيريان و إنساناني پیدا کري دخبل بندگي ده ديزيكي أو سو نصيحتونا ده دي آيت پراناكي أو لنه خبر آغدادا چه الله سبحانه وتعالى ماو تا دخبل بندگي ده پاره پیدا کريو أو دا دونيا أو با دونيا كي چي سدی ده زموستا ده پاره پیدا کري نو ديسينا چه ته آغه سا پريده چه نصيحتوى پاره پیدا کري أو پا آغه سا كي مسروب شه سه چستا ده پاره پیدا کري و دا در با وفائده و در عجيبه ده چه الله ته ده سه ده پاره پیدا کري آغه پريده أو سه چستا ده پاره پیدا کرده ده پا ايكي مسروب شه وزا ماوستا پا دي دونيا كي یاو مقصد ده یاو حدف ده او آغه ده رب العالمين بندهي كولي رزق حمالهم في أسباب لطو حينما يرون إيجابي ورؤيةكات كي الله في الدين لا يعيد الإبادتة لا يعيد الإبادتات لا يعيد والأسفاد من يوجد رزق قطعه والمعرفة وعالا هلم يتمنى رزق الله سبحانه وتعالى كمستحة نصيبات رزق الله و جمعوى تم إيجابي في كل سالة محاولة تسوى المتحدة الديو، يدعون البيض، يدعون الطاقة الديد من الدرس يدعون الانتماع الإنتبال إلى جميع المشكلة فالتحدث الأمة من هم نفسه، كي يدعون البيان لدي، يتم ضمن الانتماعي أن يكون قليلا لا يتم مرزق الديو من أمام الشيخ تدعون البيض والانتماع الخطأ لكي يتم دعون الانتماعي فكنت تخطيه لأن الوطن يتكلمين إنه قد يستطيع البرزق ويحاول يتعبن بأنه الله سبحانه وتعالى كان ما يكون قد يتحدث فإن الله سبحانه وتعالى يتعبن ويحصلت لخبار البشري في النهاية عندما قد الشيخ أو العربية اخيها عندما تتحدثت اخشارك اخيها عندما تقلع فقط اخيها على فكرة فنان تتحدث بشكل فالتصال الله تعلق نفسه و يقدمونه فإن أن تركنا الله يتجابكم لأن الله يتجابكم لأننا نهجة نهجة لأن الله يتجابكم وتقدم نهجة نخوان دورونو خم و تمئينو سي رزق بالله تاوست در رسي لازم بيدر كي خطاسو ده کم مقصد ده پارا چه دي دنیا تراغل يهي آغا مقصد په صحي طريقه سرادا كي او غد الله سبحانه وتعالى بندگي په آغا طريقه بنده په کم طريقه چه رسول صلى الله عليه وسلم من تخولي ده الله سبحانه وتعالى جه زمانگ په ده مقصد کی منگ کامیاب کی او الله سبحانه وتعالى جه منگ لتوفيق را کی چه بندگی په آغا طريقه کو فکم طريقه چه اللہ زمانگ نغواری هذا والله أعلم وصلا الله وسلم على نبينا محمد وعلا آله وصحبه اجمعين